تابع محافظ الإسكندرية محمد الشريف أعمال الانتهاء من تصريف جميع تراكمات مياه الأمطار الغزيرة التي سقطت على مدار الساعات الماضية بشوارع حي العجمي كما تابع تمركزات عربات تصريف المياه وسيولة الحركة المرورية وشدد الشريف على استمرارية المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها للتعامل الفوري للحد من الأثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة واستمرار راكز حتى جمعات المياه بالأماكن المتضررة وتكثيف أعمال متابعة جميع محطة الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها